كان فيه ماتش ودي نهارده بين الزمالك وبراميدز وطبعا الزمالك بينقصه اللاعبين اللي في المنتخب ونفس الوضع ببراميدز بدون اللاعبين اللي في المنتخب ببراميدز ما شاء الله عنده ست لعبين في المنتخب والزمالك طبعا عنده مجموعة ايضا من اللاعبين وبالتالي انتهى اللقاء بالتعادل بدون اهداف كان دي بعض الصور الخاصة بالمباراة نهاردة زمالك لعب محمد عواد وفي خط الظهر كان حمزة المتلوتي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة رجع عبدالله جمعة ما شاء الله في الوسط محمود عبدالعزيز وإمام عشور وقشب بن شرقي محمد وناجم يوسف أوباما وفي الهجوم سيف الدين الجزيل بالنسبة البيرامدز كان في حراسة المرمى مهدي سليمان خط الظهر عبدالله بجدي أحمد أيمن منصور أسامة جلال أحمد فتحي في الوسط نبيل دونجا محمود صابر إيريك تراوري إسلام عيسى برايم حسن وفي الهجوم محمود وادي شيكابالا حضر وتفرج في المدرجات شوط الثاني كارتيرون نزل حزم إمام ومحمد أشرف رؤى وإسلام جابر وعمر السعيد بدلا من المتلوتي وعبدالعزيز وبن شرقي والجزيري